أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أدنى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إقالة المدراء العامين يفتقر إلى الدقة وقال العوادي أن إصلاح وضع الإدارات العامة يساهم بإصلاح 50% من عمل مؤسسات الدولة مبينا أن رئيس الوزراء أصدر أمرا ديوانيا لتقييم المدراء العامين في الوزارات والبالغ عددهم 439 وتم إنجاز 322 تقييما وأضاف أن ديوان الرقابة هيئة النزاهة يساهمان بتقييم المدراء وأن حكومة السودان عزمة على غربلة آلاف الأشخاص بصفة مدير عامة وإنهاء التكليف بالوكالة وأن البدلاء سيأتون من داخل المؤسسات بحسب رأي رئيس الوزراء